إذا جئنا إلى تطبيقاتها في الواقع نجد أن من صور للبروبغاندا السيئة هي محاولة تبرير تناقضات الواقع في العالم السياسي نجد أن بعض الدكتاتوريات تحاول أن تجعل هناك نوع من التأقلم على الفساد نوع من التأقلم على سوء الخدمات نوع من التأقلم على سوء توزيع الثروات في البلد ومع ذلك تقدس الطبقة السياسية مع وجود هذا التناقض الكامل يرون هناك ترفاً وهناك تضخماً في ثروات الطبقة الحاكمة ومع ذلك سوء خدمات ديون تعثر بطالة ومع ذلك يرون بأن هذه الطبقة الحاكمة هي التي لا يمكن أن يجود الزمان بمثلها وهي التي ترسخ كيف ترسخ هذه أو تبرير التناقضات في الواقع في الحقيقة إذا جئنا إلى البروبوغاندا التي تبث في عقول الناس أبرز معطياتها هي أن يختزل الوطن في الطبقة السياسية فيكون الساسة هم الوطن والوطن هم الساسة فمن كان محباً للوطن فتلقائياً يجب أن يحب الساسة يقول لك لأنه رمز للوطن اختزلنا وطناً بتاريخه وثرواته ومبادئه وبشعبه الملايين يختزل في طبقة سياسية وربما في شخص معين هذا الذي من خلال بث التبجيل والتلميع والمقارنات الزائفة يهيئ للناس بأنه لا يمكن أن يجود الزمان بمثل هذا والواقع هو سبب طبيعي لضعفكم لأيها الشعب فما أصابكم من حسنة فمن الطبقة السياسية وما أصابكم من سيئة فمن الشعب هذا هو المبدأ الذي يضخ في وسائل الإعلام